موسيقى هل يعقل أن ترى بيتا من بيوت الله تحيطه النفايات من كل الجوانب؟ هذا ما تراه عند وصولك مسجد الصحابة الكرام الواقعي في حي الرشيد شمال غرب لوائر صيفة في العاصمة عمان نهيك عن سوء الخدمات المقدمة للمسجد من مياه وكهرباء حتى أنك عندما ترى تمديدات المياه ظاهرة فوق الأرض لتعلم مدى السوء في تقديم الخدمات لهذه المنطقة الأمر الأول هي موضوع القمامة بحيث أنه على مدار أشهر طويلة ما من نشوف العامل نظافي في المنطقة أبدا يعني من أشهر طويلة ما رأينا الأمر الثاني مشكلة المياه والمواسير المياه اللي هي فوق الإسفلت زي ما تشايفين فمنعاني من مسألة أنه الاعتداء عليها بالحرق والكسر فكل أسبوع نعمل صياني والشكاة ومتعددة ومتكررة لهذا الموضوع ليس المسجد فقط من يعاني في حي الرشيد فعمود الضغط العالي الذي يؤثر بشكل كبير على المنازل الواقعة أسفله ومصنع الخميراء المقام بالقرب من المناطق السكنية ونفاياته وروائحه الكرهة شكاوى تكاد كل سكان المنطقة تريد إخبارنا بها منطقتنا في حي الرشيد الجنوبي على الأشياء التالية منها الضغط العالي الذي يبلغ طوله 63 متر بإذن الله وهو ضغط عالي جدا جدا ويؤثر على السكان وجميع القاطنين في حي الرشيد الجنوبي مصنع الخميري هذا مؤذين كثير يعني مؤاذي الحي كامل والمصنع هذا يعني بيطلع منه روايح كريهة جدا سببت لأطفالنا ولا نسائنا ولا أهل الحي أمراض مختلفة السكان ينعمون بخدمة واحدة فقط من الخدمات التي تعتبر حاجات لأي منطقة من مناطق المملكة هو أنهم حينما تصل المياه للحي في يوم واحد فقط يستطيعون السباحة في مستنقع كبير يتكون في أحد شوارع الحي تصل فيه الماء لأكثر من 70 سنتيمترا ويشعرون بما يشعر به سكان السواحل البحرية وهنا ترى تأثيره الكبير على المنازل الواقعة أسفل الشارع دائما في جرافة صغيرة بتيجي هون بتقيم هاي زبالة اللي هون وبتطرب لنا المصورة كل ما يجي نظفه بقيموها ونفس النظام بيخلعوا المصورة من أساسها الماء عبيوتنا بتيجي مية حمراء عبارة عن إطراب أحمر سائل مع وسخ والمصورة دائما هنا بيجي الزبال بيحرقها وبحرق المصورة بحرق الزبالة حرق وبتنحرق المصورة وبتولع ونفس النظام كل أسبوع على هالحكي حي الرشيد ليس المنطقة الوحيدة في المملكة التي لازالت تعاني لكن نرى بأن على الجهات المختصة أن تقف أمام الواجبات الواقعة على عاتقها وإن كان ذلك غير ممكن فلهم أن يتركوا أماكنهم للقادرين حافظ أبو الصبر رؤيا